أكد المراقبون أن ما تكشفه أرقام العنف ضد المرأة لا يمثل سوى جبل جليد يخفي تحته الكثير والكثير من الألم هذا العنف يبقى ويتمدد في ظل عجز أو تباطئ القوانين عن ردع المذنبين وحماية النساء مما يتطلب تدخلات أساسية من المؤسسات التشريعية لتحريك المياه الراكدة قبل أن تلقي الظاهرة بتبعتها الخطيرة على المجتمعات رغم وجود الكثير من القوانين التي تحمي المرأة في الدول الخليجية إلا أن أغلبها بلا فاعلية بل وتعادي المرأة أحيانا تسمح المادة 53 من قانون العقوبات في الإمارات بتأديب الزوج لزوجته مدام الاعتداء في حدود الشريعة الإسلامية وفي الكويت تنص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي على أن الرجل الذي يجد والدته أو زوجته أو أخته أو بنته تقوم بفعل الزينة ويقتلها يعاقب بغرامة بسيطة أو فترة السجن لا تزيد على ثلاث سنوات وعلى الرغم من أن السلطات السعودية أقرت في العام 2013 للمرة الأولى قانونا جديدا لمكافحة كافة أشكال العنف الجنسي والبدني داخل المنزل أو في مكان العمل إلا أنه غير مفاعل بحسب منظمة هيومن ريتس واتش ليس لدى سلطنة عمان قوانين تمنع العنف الأسري والاغتصاب الزوجي كما أن قانون الجزاء العماني لا يجرم التحرش الجنسي ولا يجرم قانون العقوبات القطر العنف المنزلي أو الاقتصاب الزوجي على الرغم من وجود المادة 57 والتي بموجبها يمنع الأزواج من إيداء زوجاتهم جسديا ومعنويا أما في البحرين فيلاحظ غياب الإجراءات واللوائح التنظيمية والمذكرات التفسيرية لقانون الحماية من العنف الأسري وبالتالي أعاق تطبيق القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر